سلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد طبعا سموحة مرة ثانية كنت أفكر كثير وقلت يعني منهاي معي أنا يعني ليش ما أنزل فيديوهات كثيرة بحكم الشغل والانشغال يعني عند اليوتيوب لدرجة أني فكرت فيها يعني في لمحات أني خلاص أوقع الغناة ما أنزل شي يعني بني أنقلت شوفوا خلال 6 شهور لا مش 6 شهور خلال كم كاونتين عندي كل شي حطا هنا خلال الخمسة وخمسين يوم القادمين في دلوقت أحاول أني أنزل فيديوهات وما بي أقطع فقررت أني ليش ما أسوي فيديوهات في الويكند يعني أجل السنة قرردي أنا نجمع الفيديوهات اللي أبي أسويها جلسة مكان واحد وأصور لكم ثلاث فيديوهات أربع فيديوهات ونزلها على أيام الأسبوع الاثنين واحد الربوع واحد الخميس واحد الجمعة واحد كده يعني طبعا هذا مش محسوب بالبيتا برضو فليش ما نسوي كده؟ فخلونا نبدأ كبداية مع الآيفون الآيفون 13 توقع ما بقى شيء على الآيفون جاي نقدر نقول ستة شهور فأنصح كل شخص يشتغي آيفون إذا كان محتاج إذا تقدر تنتظر الأفضل أنك تنتظر خصوصا ما توقع أنك حاجل حق الجوال فالأفضل أنك تنتظر لنتكلم لكم حين على الآيفون كبداية بعض الأشخاص يقولون أنه رح يكون اسم آيفون 12S ما رح يكون اسم الآيفون 13 فما نشغل في الاسم وأنا أفضل أن يكون 12S لأن كلمة 12S أبل من زمان ما قلتها لنا يعني كلمة الاس آخر شيء على الآيفون 6S وحطت فيه ذي كل فترة الأول ما نزل 4K في ذاك الجهاز وحطت البصمة الجيل الثاني كلمة الاس حلوة عندي أفضلها كثير في أبل أنه ما تغير الجهاز يقول لك أوكي هو 12 سنلا راحت فحطيني اس الاسم ما تغير لكن لازم نجبر هالاسم الجديد اللي هو 12S يحارب التولف الأصلي فهمتوا كيف الحركة؟ يعني مثلا 3G نزلوا بعدها 3GS في تصوير فيديو وصار أقوى من 3G العادي وأسرع طبعا الفور مع الفور اس الفور اس حطوا سيري أول ما نزلت سيري هناك كل جهاز الثاني نزلوا سيري الآيفون 5 في الفيف اس في الفيف اس حطوا في البصمة في نفس الفيف اس أول جهاز نزل في بصمة الأصبع وكل شيء في الفيف اس مع 64 بيت برضو المعالج وبعض الشركات مسخرت ما هو 64 بيت فالحركة هذه حلوة 666S مع الفور كي والتصوير الجديد اللي هناك الماتيريا الاختلاف فيها والبصمة السريعة ففيه أشياء قوية هناك تكون فالتولف اس شو بتوقع متسوي أبل؟ كبداية أول حاجة ذاكرة وان تيرا أوكي؟ أبل ما ما دي شو بتسوي أتوقع الجهاز الوحيد اللي مبقى ذاكرة ومحطها يعني تخيل اللي ايفون تولف اس يقول لك يمكن يصير 128 256 512 وان تيرا بعض الجهزة بس ذاكرتين محطوطة فأبل الله أربع أنواع هذه الحركة حلوة شنهم؟ الأشخاص اللي عندهم الـ 512 سنوات اللي راحت بمتلي حد حد فأعرف أن السنة هذه لازم تخذ وان تيرا لأن أبل الله إذا حطت الوان تيرا توقع أنها بتقوي التصوير تقوي كل شيء فأشان تخذ الوان تيرا حلو برضو النجاه الثاني إن إذا كان ما فيه الجهاز وتتبئي آيفون والآيفون موقف في السوق ومن قطع في السوق توقع أكبر ذاكرة راح تكون موجودة الوان تير والخمسونة الناس إذا تشتريها فاللغة لعندك خيار أنك تسوي شيء أما كشكل ما راح يتغير كشكل ديزاين الآيفون الجديد ديزاين الإبادات ديزاين الآيماك اللي راح ينزل مثلا فديزاين الحواف دي ما راح يتغير كشكل خارجي المدخل الخارجي التحت نحن قلنا إنه فيه فئة واحدة من الآيفون ما راح يكون فيها لايتنينج يمكن تكون مثلا لايفون 12 اس برو لكن فيه أخبار ثاني طلعت الآن تقول لك إن اللايفونات الجاية هذي كلها راح يكون فيها مدخل لايتنينج ما راح يكون فيه آيفون بدون مدخل فأوكي هذا خبر ثاني هل صح هل قلط ما ندري لكن الآن التسريبات اللي طلعت إنه قبل جاسة تشتغل على التسريب بتكلمت لكم من قبل إنه قبل تحط حركة اللابتوب تكلمت لكم فيديوهات اللي راح و قلت لكم ليش قبل ما تسوي نفس ما هي مساوية في اللابتوبات القديمة حقتها إن الكابل يكون موجود تقدر تسحبك يعني ماجينت يمسك الكابل نفسي يكون ماجينت و قبل سكرت المكان يعتبر وكذا يكون مش مدخل كذا قبل تقول لك شن المدخل الجهازنا بورتلس بدون مدخل يعتبر لأن الماجينت ذا يكون دوتس نفس حركة و سويت لكم الحركة برضو في الفيديو اللي راح إنه هذا ما يعتبر مدخل الدوتس اللي موجود في الخلف دي ليد نقاط هذا مش مدخل لكن هذا نقدر نتشحن به بتقدر تحط ماجينت يعني تخيل هذا يكون في مدخل الآيفون من الخلف طبعا تقربه من بعض و يكون مثلا محفور خفيف من داخل عشان يقدر يركب خلاص تقدر تشحن فيه بس هذا ما يعتبر مدخل لو تقول حق أي شخص لايباد ما فيه لها مدخل واحد لكن هذا تقدر تشحن فيه تقدر تنقل بمبيانات على حسب الدوتس اللي تحطها أبل يعني تقدر تحط ثلاثة دوتس أو دوائر دي على حسب الجهاز اللي تريد تسوي فيه فتقدر تسوي دي الحركة وهذا أبل خدت براءة اختراع الآن لحق مدخل لحق الآيفون نفس الحركة إذا ما رح تسوي السنة هذي يمكن سنة الجاية يعني عشرين اثنين وعشرين يكون دايفون بهذا المدخل اللي هو ميغنت برضو في أخبار فاني طلعت لكن خفيفة وراحت إن الأبل قاعد تشتغل على أن تفرمت الجهاز من نفس النظام يعني لو نتخش في وضع نفس اللابتوبات تقل تفرمت اللابتوب مثل اللابتوبات أبل ولا شي تفرمتها وتنزل النظام الجديد كلها من نفس الجهاز ما تحط فلاش ولا تركبه في كمتر ثاني ولا شي أوامر كل شي تقدر تسويه هنا تقل تخش شوية وتفرمت الجهاز والجهاز مثلا معلق أو شي تسوي كل شي هذه الحركة إذا سوتها أبل عرفوا إنها ما راح تحط الميكسيف ما تدري أبل شي تسويه أو إنها أبل يعني جالسة تشتغل تدري أوه طلعت تسريب إنها ما في مدخل خلنا طلعت تسريب ثاني في مدخل براءات الاختراع بي مستحيل أبل راح تلعب فيها يعني التسريب هذا اللي سوتها أبل مية في المية إن هذا شي مصدق وشي موقع عليه وكل شي إن أبل طلعت هذا البراءات الاختراع وخلاص بسكتها في السوق لكنه يمكن ما يصير حقيقي نشوف قدامه مش بتسويه طيب تكلم عن النوتش بعض الأشخاص يقول لك الآيفون القادم راح يكون النوتش أصغر فأنت بكيفك تبي النوتش يكون على كلامهم من هل بيكون أصغر كذا أصغر كذا ما حد يدري إلى الآن لكن في تسيبات ثانية برضو تقول لك إن الآيفون القادم مش هل السنة السنة القادمة راح أبل تبدأ إن تسوي مثلا آيفون 22 بهول نفس الغالكسي مثلا الدائرة في الوسط موجودة كاميرا بس الحالة طيب السنسرات الثانية أبل مستحيل نتسوي ذي الحركة أبل ما تحط لك سنسر وتشيلة بسرعة ولا تسوي لي شيء أبل لمسكت الشيء خلاص عودتك عليه تمسك عليه مع فترة يمكن لكن ما توقع الفيس آي دي تشيلة لأن في ميزات ما راح تكون موجودة يعني السنسرات اللي موجودة في الفيس آي دي لحق الـ 3D لحق الأشياء دي كيف بتشيلينها أبل بتحطين الهول وهالأبل اللي حطت الهول الشكل حق الجهاز حقك راح يعني مثلا أنا معلمكم قصدي بكلمة شكل الفيديو راح تشوفونه هنا يعني السنوات اللي راحت قبل خمس سنوات كنت إذا شفت إعلان في الشارع أو شيء أو أي مكان جهاز بهذا الشكل مثلا وفي دائرة تحت نعرف إنه آيفون هذا انطباع أبل يعني موجود خلاص هذه الشاشة مثلا وهذه دائرة تحت نعرف إنه آيفون طبعا لحد يتمسخل على الرسم حقي لكن هذا معروف هذا آيفون خلاص الآن برضو بعض الشركات مثلا شا تسوي لك أو بعض الأشخاص إنه يعني يخذونك هذه الحركة يحطون الإعلان حقهم في الوسط في الشارع ولا شيء وتعرف إنه حصل شكل آيفون أو بنوك مثلا الآن في دلوقت لا الجهاز يكون كذا يعني ما عارف هارسه معنا الحمد لله نموش رسال أو ميجر حقي فنفس الحركة دعا ما رح يكون بهذا الحواف رح يكون دائري هنا المهم أتوقع فهمتوها نشوف لكم صورة ذي كذا أفضل من الشكل اللي سويتها فبدأ الحركة ويحطون الصورة حقها تم عرف إنه هذا آيفون ليش لأن شكل الآيفون هو بهذه الحركة فأبل لو بتسوي جوال بدائرة مثل الكلام اللي قالوا وين لمسة أبل كذا أبل ما عندها لمسة في الجهاز الشكل الشركات خلاص يقدرون أن نحطون إعلانات لحق ذي الشكل وينتمار في الشارع مثلا ما يعتبر دعايا لحق أبل ما يعتبر ملمس لحق أبل لأن هذا الجهاز ما تدري سامسونج تقدر تقول تقدر تقول أبل تقدر تقول أي شركة ثانية فبالنسب لي أهي أخبار موجودة شعات يقول لك السن القادم رح يكون كذا لكن بالنسبة لي ما أتوقع توقع أن أبل تلجس كذا تقول لك هذا الشكل حقنا ولا أحط الدائرة لكن تسير بات ويقول لك إذا سوى تدي الحركة السن القادم عشرين اثنين وعشرين فعشرين ثلاث وعشرين رح يكون الجهاز بدون كاميرا الكاميرا تحت الشاشة أتوقع أنه أبل تتأخرين سنة برضو تخلينا بدون تحت الشاشة أفضل منك تحطين الهول في المكان ده تأخري وشيليها كامل أفضل أنه في شركات الآن نزلوا وكاميرا تحت الشاشة لكن لا تسوينها بالله بتسوينها كويس ولا تسوينها الجوالات اللي نزلوها الشركات الثانية ما نزلوها في الجوالات القوية الرائدة حقتهم نزلها بالجهاز الخيس لأن الرزولوجي حق الكاميرا ما راح يكون كويس فأنتظروا نشوف طبعا برضو المودم راح يكون من Qualcomm X60 5G مودم أنتوقعت أن أبل راح تكون حط المودم الخاص فيها بما أن هين لها كم سنتين وثلاث سنوات شارت قطاع انتل حق الشبكات لكن توقع بتتأخر أبل برضو فيقولون أن Qualcomm X60 راح يكون في الآيفون القادم والسنة القادمة 2023 أبل تبدأ تحط المودم الخاص فيها نشوف قدام برضو اللايدار اللايدار اللي موجود على الآيفون تولفو تولفو برو ماكس وعلى اللايبادات برو أبل راح تخلي اللايدار على جمع الأجهزة الجاية وحتى اللايدار راح تكون فيها لايدار برضو السنسر شيفت تكلمنا عنها وفي الآيفون تولفو برو ماكس فقط السنسر شيفت اللي هو لحق مانع اعتزاز هو السنسر نفسه يهتز موجودة في DSLR الكاميرات الاحترافية الكبيرة موجودة فيها من الخركة أخبار يقول لك النابر راح تحط هذه الميزة موجودة حصرية على آيفون تولفو برو ماكس راح تمشيها على آيفونات كلها فالآيفونات 13 القادمة يكون فيهم اللايدار ورح يكون فيهم السنسر شيفت وفيهم كلهم فالش اللي باقي لحق لبرو مادري بس البروموشن لانه 120 هيرتز فالآيفونات القادمة راح تكون فيه على الآيفونات التول برو وطول برو ماكس مع انه برضو أبل طلعت انها تشتغل على 200 وشوي هيرتز ماديش بتتوفيه لكن فيها أبل جاهز تشتغل انه تنزر شاشات مش 120 هيرتز لا راح تصير دبل 200 وشوي متى ليش حق أي جهاز ما ندري لكن أبل جاهز تشتغل هذا وأخيرا برضو وهذا الشي اللي أتمنى يعني يمكن يشجعني لانه الكل يعرف الايفون 11 برو ماكس يمسويت لها ريفو قبل سنتين دميت في عدسة الألترا وايد وفي الايفون 12 برو ماكس برضو دميت في عدسة الألترا وايد انه نويز تصوير داخل البيت اللي فاتحت العدسة 1.8 ألترا وايد لينز فشي حلو الف 1.8 نشوش بيتسوي بالقدام لكن تمنيت من ايفون 12 يعني بما أن الايفون 11 ماسويت كويس في الألترا وايد ايفون 12 حصلت ننتظر برضو سنة نشوف قدام وأخيرا الكل اللي يتمناه البطاريات الكل يعرف ان الايفونات 12 برو و 12 كأرقام لايفونات 11 أكبر منها مش كلهم يعني مثلا 12 برو ميكس مع الايفون 11 برو ميكس 11 برو ميكس حجم البطارية كأرقام أكبر من الايفون 12 برو ميكس الآن أبو يقول لك لايفونات القادمة لايفونات كلهم 13 أو 12 S على حسب الاسم يسمونه قبل راح ترفع حجام البطاريات كلهم كحجم لانا اتكلمنا لكم ان يكون من A15 اللي راح تنزل راح يكون يحافظ على البطارية أكثر من A14 اللي موجود عندنا لانا كمعالج وكل الأشياء هذي نحتاج ذا الشي خاصة الآن يعني فلايفونات 12 حطت 5G وبطارية صغرت شوي لكن مع المعالج قوة المعالج والأداء دا ما تحس بفرق بينه وبين الأيفون 11 وبرو مايكس لكن نحن مع 120 هيرتز فأبل توقع أن الجهاز خلاص 120 هيرتز لو بتشقلها بتحط 5G برضو بتشقل 5G لازم معالج يكون قوة المعالج ممتازة وقوية لكن برضو في شي في نفس الجهاز يحافظ على البطارية أكثر و100% تحديث المعالج سيكون يحافظ لكن ما تفكر أن تخلي أداء أعلى زيادة وبرضو محفظ البطارية من الجهتين فما أن 120 هيرتز و 5G فلازم يكون المعالج نفس الجهاز لحفظ البطارية وبرضو بطارية أكبر علشان الكمانيشن بين كلهم يكون كويس فالشيادة لازم تكون عشان ما نحس بفرق إذا شقلت 120 هيرتز وشقلت 5G ما تحس بفرق بطارية ما تروح بسرعة فتكبر بطارية وتخلي المعالج برضو يمكن إذا صوت اثنين ذالي مش بس ما راح نحس بفرق راح نحس بفرق ان افضل يكون بين و بين لايفونات 12 وبرو ميكس فهذا كل شي متر راح ينزل لايفونات القادمة لايفونات 12 اس كلها 13 ان شاء الله في شهر 9 يعني نقدر نقول 6 شهور ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك في الغناء واشتراك في حساب شاتر في ضواتكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني فضل دعاكم السلام عليكم